اعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن بالغ تقديره للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى والوالد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نيب القائد الأعلى نيب الأولى رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على الدعم والرعاية الشاملة للرياضة والرياضيين في مملكة البحرين وكان سموه قد شاهد اللقاء الختمي الذي حقق فيه منتخبنا الوطني لقب بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادسة عشرة للشباب بعد فوزه المستحق على المنتخب السعودي الشقيق في الجولة الأخيرة من البطولة المقامة على ملعب مجمع سلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط لافتا سموه إلى أن ما تحققه نتيجة طبيعية لهذه الرعاية والمساندة ويؤكد نجاح سياسة الاتحاد البحريني لكرة السلة التطويرية للأصول بالمنتخبات الوطنية إلى أعلى المستويات الفنية المنشودة وأكد سموه أن مجلس الإدارة لا يتوقف عبر هذه المرحلة فقط بل سيضع نصب عينيه أهمية مواصلة الخطط الرامية إلى تطوير المنتخب وأثنى سموه شيخ عيسى بن علي الخليفة على جهود أفراد بعثة منتخبنا الوطني في مسقط مثمنا في الوقت نفسه مشاعر الجماهير تجاه إنجاز المنتخب الشاب هذا وكان في مقدمة مستقبلي سموه شيخ عيسى بن علي الخليفة وبعثة منتخبنا الوطني في قاعة التشريفات في مطار البحرين الدولي سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية حيث نقل تحيات سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي أثنى على المنتخب الوطني وأدائه طوال مباريات البطولة